ابتكر مواطن سويدي رياضة جديدة تجمع بين الرقد وجمع القمامة ليساعد بذلك على حماية البيئة مع الحفاظ على لياقته البدنية في آن واحد وبعد أن بدأ الرجل في ممارسة هذه الرياضة في عام 2016 انتشرت بشكل سريع في أنحاء بلاده وانضم إليه مشاركون من عدة دول من بينها الهند والمكسيك وأطلق الرجل على هذه الرياضة اسم بلوغينغ وهي كلمة مكونة من مقطعين الأول مأخوذ من كلمة بلوكا والتي تعني التقاط باللغة السويدية والثاني مقتبس من كلمة جوغينغ والتي تعني الرقد باللغة الإنجليزية ويقول الرجل أنه على الرغم من ابتكار اللعبة في السويد فإن العدد القياسي لممارسيها في يوم واحد سجل في مكسيكو سيتي بمشاركة أربعة آلاف شخص كما يمارس نحو عشرة آلاف شخص هذه الرياضة بانتظام في الهند حتى باتت البلوغينغ أكبر صيحة في رياضة الرقد هناك اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر